النهاردة هنبدأ حلقتنا بالكلام عن مبادرة حياة كريمة المبادرة اللي بقت حديث كل الناس الفترة الأخيرة والحقيقة اللي امتابعها وامتابع الأنشطة الخاصة بيها عمل شغل حقيقي في الشارع المصري توزيع اللحوم والدواجل المجمدة بأسعار مخفضة ده عشان تخفيف أعباء المعيشة اللي بواجهها المواطنين في ظل غلاء الأسعار فكرة حياة كريمة مش بس مقتصرة على إصلاح الطرق والمرافق والأماكن العامة والقرى وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لكن كمان هي نقدر نقول كده مبادرة لكل جوانب الحياة الهدف منها توفير حياة متكملة وكريمة للمواطن المصري عايشين حياة كريمة بكل معانيها المبادرة فعلا بتسعى لتحسين مستوى المعيشة في كل المجالات سواء كان تعليم أو صحة أو اقتصاد وكمان بتساعد في دعم الفئات الأكثر احتياجا مبادرة يمكن بقالها كذا يوم شغالة على أنها توزع لحوم بأسعار مخفضة وبجودة عالية والمبادرة متشرف عدد كبير من المحافظات يمكن شفنا فيديوهات جميلة في محافظة الإسماعيلية اللي فيها كان موجود شادرين كانوا بيوزعوا لحوم واحد جنب استاد الإسماعيلية والتاني في الشارع التجالي كيلو اللحم المجمد كان متوفر بـ 210 جنيه واللحم البلدي كان بـ 310 جنيه يمكن نقول أن دي أسعار تفرق برقم كبير عن أسعار اللي موجودة في السوق أسعار منافسة بجد وده بيساعد الناس أنها تعرف تحصل على احتياجاتها من اللحوم من غير ضغوط موجودة على ميزانياتهم أو أعباء زيادة كمان المبادرة وصلت للقاهرة يعني فتحت منافذ مختلفة في أماكن مهمة زي مدان العباسية مثلا شارع مؤسسة الزكاة في المرج المواطنين قدروا يحصلوا على لحوم بأسعار مخفضة وكمان بجودة عالية مش معنى أن السعر مخفض ففيه جودة منخفضة لا الجودة كمان متميزة جدا في إقبال كبير على المنافذ سواء في المرج أو مدان العباسية والمبادرة مش بس بتوزع لحوم لكن كمان بتحاول تحارب جشع التجار وده هدف مهم جدا أنها توصل لحوم والأسعار الخاصة بالدواجن إلى أسعار معقولة وفي متناول الناس مع ضمان طبعا سلامتها من خلال رقابة بيطارية وده مهم جدا خاصة في ظل ظروف الصعبة الاقتصادية اللي منعشها احنا عايزين نقول المنافذ المختلفة موجودة في المبادرة والمنافذ دي موجودة في أماكن مختلفة وصلت حلوان كمان المنافذ المتحركة وغيرها من المحفظات وده بهدف أنها توصل لأكبر عدد من الناس الفكرة في الموضوع كله أنهم عايزين المبادرة دي أنها عايزة تضمن أن الدعم يوصل لكل المصريين برعاية حياة كريمة عشان كده عايزين يوسعوا نطاق خدمات المبادرة بشكل تدريجي عشان تقدر تغطي المحفظات المختلفة بشكل بيضمن وصول الدعم لكل الناس مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وضمان كمان الأمن الغذائي للكل إن شاء الله حياتنا كلها تبقى كريمة إن شاء الله اللي جاي حيكون أحسن وأحسن مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر